يحكي هو عن رجل يقول أنه عوتب من قلة الضحك والتقطب يعني ما يضحك عبوس ومتقطب وجهه فسألوه في ذلك يعني ليش أنت ما تضحك دائما متقطب يعني قال إن الذي يمنعني من الضحك أن الإنسان أقرب ما يكون من البذل إذا ضحك وطابت نفسه وهذا سبحان الله لعله يكون واضحا في أحوال الناس اليوم تجد المبسوط المسرور المسفهل يعني لو تطلبوا أحيانا عينه أعطاك إياها فهذا جرت هذه العادة أنها تكون هي أحوال الناس حياكم الله وبياكم أيها الأحباب في أي مكان كنتم وكيفما كنتم هذا أنا رشاد حسن وهذا مجلس من مجالسنا إن شاء الله لكن هذا المجلس أظن والمجلس الذي يليه سنروح عن أنفسنا بشيء من الأدب قبل أن نغوص في تفاصيل هذا المجلس ونستعرض معكم شيئا من مجلس وسمر الليلة من منكم يحب أن يستمع إلى هذه الحكاية أو إلى الحكايات السابقة يجد روابط قنوات مذياء أو الصوتية في الوصف ولا مانع من مشاركتنا أراءكم وأفكاركم وهل روحتوا عن أنفسكم ولا ما روحتوا عن أنفسكم لأني أظن أن هذا المجلس سيكون مختلفا يعني صراحة ودي أدخل على قلوبكم وصدوركم شيئا من الترويح يعني لأن أحيانا نتطرق إلى مواضيع قد تكون تقيلة يعني بعض المواضيع أنا أظن لتطرقنا إليها بعضها مشكل لها قد يحتاج السامع إليها أن يعود إليها أكثر من مرة حتى يستوعب بعض الأفكار يعني يتأملها قد يحتاج أحيانا يعيد المقطع وصلني أكثر من مرة صراحة هذا الأمر يعني فعلقوا وساعدون كذلك في ترويج وتنشيط القناة والحكايات هذه أو الحكايات كذلك السابقة لكن بشويش على صابع طبعا مجلسنا اليوم يا جماعة سيكون قائما على كتاب البخلاء أنا لن أقدم الكتاب ولن أقدم كذلك الجاحظ يعني منكم يريد أن يتزود ويطلع على الجاحظ أو كذلك على كتابي وأظن أن الكتاب بين من عنوانه يعني فعلا فحو الكتاب بين من عنواني البخلاء واستعرض كثير من أحوال البخلاء في تعاملهم مع بعضهم وذكر يعني بعض صفاتهم وذكر بعض أخبارهم ونحن بنستعرض إن شاء الله اليوم شيئا مما ذكره في كتابه البخلاء طبعا الغاية يا جماعة من هذه الأخبار التي نستعرضها في هذا المجلس أو حتى المجلس القادم والتي سنعلق عليها كذلك هي أن نقرن الحاضر بالماضي يعني أنا الفصل هذا بين الحاضر والماضي نحاول قدر ما نستطيع أن نردمه وأريدكم أن تتأملوا في أحوال الناس تحديدا في أحوال البخلاء قديما وتقرنوها بحاضرنا اليوم كيف أن البخلاء اليوم جلسين يعيشون هل فيه تشابه وتضارع وتقارب في الأحوال وإلى آخر وكذلك لعلني سأعلق أيضا على شيء مما يعني من استعمالاتهم اللغوية التي كانوا يستعملونها قديما ولعلها أيضا تشيع اليوم عندنا لكن ربما لا تشيع في الفصيح لكنها تشيع في لهجة الناس وسليقتهم وطبائعهم عندما يتحدثون يقول قال الأحنف بن قيس يا معشر بني تميم لا تسرعوا إلى الفتنة فإن أسرع الناس إلى القتال أقلهم حياء من الفرار وقد كانوا يقولون إذا أردت أن ترى العيوب جمة فتأمل عيابا فإنه إنما يعيب بفضل ما فيه من العيب وأول العيب أن تعيب ما ليس بعيب وأنا صراحة لما مرت به هذه الجملة أو هذه العبارة تذكرت أنه نقول اليوم بالسليقة كل واحد يرى الناس بعين طبعه فدائما نرى الناس فعلا أو قد حتى نعيب الناس بعيوب أنفسنا لأن الإنسان أبخص على عيب نفسه هو نفسه يعني هو دائما يعرف عيوبه وإذا شاف عيوبه هذه في الناس يعني لعله أول شيء يستلمحها ويفضن إليها وينتبع إليها هي هذه العيوب التي تكون في الناس لكنها قبل أن تكون في الناس هي فيه فلو تأملتم معي إذا أردت أن ترى العيوب جمة يعني إذا أردت أن ترى العيوب كاملة فتأمل عيابا يعني رح شوف هذا العياب هذا الناقد هذا المنتقد الذي ينتقد طبعا على كل صغيرة وكبيرة فسترى بفضل هذه العيوب المجتمعة فيه كل العيوب فيه وحتى في سياقنا اليوم يا جماعة لما نقول كل واحد يشوف الناس بعين طبعه كذا يقولونها الناس عادة فيما بينهم يعني دائما نقصد بها أصلا دائما تأتي في سياق النقد والانتقاد والتعيب لما أحد يقول لك شيء وتحس أنت أنه مو فيك تجي تقول لا ترى كل الناس كل واحد يشوف الناس بعين طبعه فكأن يعني فكأن المضارعة أو المشابهة بين قولهم قديما يعني إذا أردت أن ترى العيوب جمة فتأمل عيابا وقولنا اليوم كل يرى الناس بعين طبعه ويروي كذلك عن رجل اسمه أبو الهذيل يقول كان أبو الهذيل أهدى إلى مويس دجاجة صراحة يا جماعة أنا لما قرأت دجاجة توقفت عندها وتخيلوا أن زمان ولو جاءت هذه حتى في سياق البخل والبخلاء لكن حيانا لا يستقيم المشهد في عقلك في رأسك أن أحد يهدي أحد دجاجة حتى لو كان بخيلة لأن اليوم في منطق الناس وأعرافهم ما في أحد يهدي دجاجة أبدا حتى البخيل لكن أحيانا أنا ما أعرف هي تكون فعلا أهداه دجاجة أو عزمه على دجاجة لأن أحيانا قد يعيب الناس بعض الناس إذا أحد إذا استضاف أحد وما ذبح له وما قدم له مفطح ولا لحم ولا في عرف الناس هذا لكن إذا قدم له دجاجة قد يعيبوه وقد لا يزروه الناس حتى وقد يتهموه بالبخل لأن العربي معروف عنه أنه ينزع ثوبه ويلبسك إياه من شدة كرمه فمن باب أولى أنه إذا يعني عزمك وضيفك عنده وما أكرمك كما أنت متوقع من أن تعيبه بالبخل فلعل سياق الدجاجة التي ذكرها هو ليس هدية رح جاب دجاجة وأعطاه قد تكون عزيمة على دجاجة الشاهد يقول يا جماعة كان أبو الهذيل أهدى إلى مويس دجاجة وكانت دجاجته التي أهداها دون ما كان يتخذ لمويس يعني ما كان معروف عنه أنه يهديله هذه الدجاجة يهديله دجاجة لكنها مختلفة ولكنه بكرمه وبحسن خلقه أظهر التعجب من سمنها وطيب لحمها وأيضا لعلنا نقف عند طيب لحمها الدجاج يعني قديما كانوا يقولوا عن الدجاج عن دجاج الدجاج لحم ولا يقولوا عنه دجاج يعني اليوم لما تقول لأحد كل من لحم الدجاج يمكن يخطأك يقول لك كيف لحم الدجاج الدجاج دجاج يعني وإنما لو تأملتم معي في هذه وطيب لحمها طيب لحم الدجاجة وأنتم تعرفون أن اللحم في اللغة هو اللب لب الشيء يقولون عنه لحم فقد يستقيم المعنى في هذا السياق أن نقول عن الدجاجة لحمها ونقصد بلحم الدجاج أحيانا أطيب ما فيها من الدجاج يعني أطيب ما فيها من لحم الدجاج الشاهد مويس هذا بكرمه وبحسن خلقه أظهر التعجب من سمنها وطيب لحمها وكان يعرفه بالإمساك الشديد فقال وكيف رأيت يا أبا عمران تلك الدجاجة الحين أبو الهذيل يسأل أمويس يقول له كيف رأيت يا أبا عمران تلك الدجاجة قال كانت عجبا من العجب فيقول وتدري ما جنسها وتدري ما سنها فإن الدجاجة إنما تطيب بالجنس والسن وتدري بأي شيء كنا نسمنها وفي أي مكان كنا نعلقها فلا يزال في هذا والآخر يضحك ضحكا نعرفه نحن ولا يعرفه أبو الهذيل يعني الرجال يتعجب من هذه الدجاجة وهو في باطله يخفي خلاف ظاهره يعني إنه دجاجة رأى لكنه بالغ فيها وكأنه أعطاه جملة وكان أبو الهذيل هذا من أسلم الناس صدرا وأوسعهم خلقا وأسهلهم سهولة فإن ذكروا دجاجة قال أين كانت يا أبا عمران من تلك الدجاجة على نية يسأل أبو عمران ليعطاه الدجاجة أين كانت يا أبا عمران من تلك الدجاجة فإن ذكروا بطة أو عناقا أو جزورا أو بقرة قال فأين كانت هذه الجزور في الجزر من تلك الدجاجة في الدجاج يعني كل شيء يقرنه أو يشبهه بالدجاجة وإن استسمن أبو الهذيل شيئا من الطير والبهائم إذا شاف شيء من الطير والبهائم رويان شيء يعني يصلح للأكل يعني يقول لا والله ولا تلك الدجاجة يعني دجاجتي أطيب وإن ذكروا عذوبة الشحم قال عذوبة الشحم في البقر والبط وبطون السمك والدجاج ولا سيما ذلك الجنس من الدجاج وإن ذكروا ميلاد شيء أو قدوم إنسان قال كان ذلك بعد أن أهديتها لك بسنة وما كان بين قدوم فلان وبين البعثة بتلك الدجاجة إلا يوم وكانت مثلا هذه الدجاجة في كل شيء وتاريخا في كل شيء ثم يذكر شيئا عن تفرس ملامح الناس من ثيابهم وهيئتهم ويقول أنهم كانوا قديما يقولون لا جديدة لمن لا يلبس الخلق ولا أعرف إن كنتم تعرفون ما هو الخلق الخلق يأتي على معنيين المعنى الأول قالوا أنه هو الصاحب أو استعمل في سياق الصاحب وهو ليس المعنى المراد منه عند الجاحظ في سياقه هذا وإنما المقصود منه الثياب الرثة وأظن أول من استعمله عدي بن زيد قال إلبس جديدك إني لابس خلقي ولا جديد لمن لا يلبس الخلق يعني لا جديد لمن لا تكون ثيابه رثة ويعني مهترئة وأن الناس حين يعرفوك أو يعرفوا حزمك وشجاعتك ويعني شاع هذا من ثيابك ويقول كذلك ابن هرمى بهذا السياق عجبت أثيلة أن رأتني مخلقة ثكيلتك أمك أي ذاك يروع قد يدرك الشرف الفتى ورداؤه خلق وجيب قميصه مرقوع ولعليا جماعة حتى منكم من سمع بخلقة كبار السن أظنهم يسموا المناشف خلقة مناشف حق المسحة بعض كبار السن أظنهم يسمونها خلقة وقد يشيع هذا في الجنوب ربما على غيره من الجهات يقول بعث زياد رجلا يرتاد له محدثا واشترط على الرائد أن يكون عاقلا مسددا فأتاه به موافقة يعني طلبه طلب هذا المحدث على اشتراطات معينة فجيئ به على نفس هذه الاشتراطات فقال أكنت ذا معرفة به قال لا ولا رأيته قبل ساعته يعني ما شفت لتلك اللحظة قال أفنقلته الكلام وفتحته الأمور قبل أن توصله إلي قال لا قال فلما اخترته على جميع من رأيته قال يومنا يوم قائض يعني حار شديد ولم أزل أتعرف عقول الناس بطعامهم ولباسهم في مثل هذا اليوم ورأيت ثياب الناس جددا وثيابه لبسا يعني خلقا مهترئا فظننت به الحزم وأنتم لو تأملتم بهذا لوجدتم أن الناس كانت تتعرف على صفات الناس من مظاهرهم فالحازم يبين لك في لبسه أنه حزم ولعلهم حتى كانوا ينظرون على سياقهم هنا أنه اللي يلبسون ثياب جدد هذول ما أحد يعني يتكئ عليهم لكن الثيابهم خلق ومهترئة ومبلية وفيها شيء من الشدة والجلافة والمشقة والصبر يعني يمكن أن يعتزي الإنسان به ولعل هذا سبحان الله يا جماعة أيضا مخالف لما نعهده اليوم اليوم لا اللي ثيابه رثة ومهترئة وعليه شيء من الجلافة والشدة والمشقة هذا قد لا نثق به وقد نميل إلى اللي ثيابه جديدة ويقول كذلك حدثني أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام قال قلت مرة لجار كان لي من أهل خراسان أعرني مقلاكم فإني أحتاج إليه فقال قد كان لنا مقلا ولكنه سرق أظن هذه تصريبات كثير من الناس فاستعرت من جار آخر لي فلم يلبث الخراساني أن سمع نشيش اللحم في المقلا وشم الطباهج أو الطباهج والطباهج أو الطباهج هي اللحم الذي يطبخ يكون في المقلا وأظن المقلا يا جماعة لعلها تكون اليوم إما قد تكون اليوم هي اللحم الذي يطبخ في القدور هذه أو قد تكون اللحم الذي يشوى الشاهد فلم يلبث الخراساني أن سمع نشيش اللحم في المقلا وشم الطباهج شم رائحة اللحم فقال لي كالمغضب ما في الأرض أعجب منك لو كنت خبرتني أنك تريده للحم أو لشحم لوجدتني أسرع إليك به إنما خشيتك تريده للباق الله والباق الله هي الباق الله وهي الفول وكذلك أظن في ارتباط أو في علاقة بين الباق الله والباز الله قد تكون هي الشيء نفسه والباق الله هي الباز الله أصلا اليوم لكن تغير الاسم وأصبحت القاف زاء فصار الناس يقولون الباز الله مش الباق الله وقد تكون شيئا آخر مختلفا لكنه جاء من الباق الله ما فتشت حقيقة عنها يعني الشاهد يقول لو كنت خبرتني أنك تريده للحم أو لشحم لوجدتني أسرع إليك به إنما خشيتك تريده للباق الله وحديد المقلى يحترق إذا كان الذي يقلى فيه ليس بدسم يعني إذا ما جت الطبخة زينة عليه ما يصلح أعطيك عشان تطبخ فيه فول ولا باقلة ولا بازلة ما يصلح لحم يصلح وكيف لا أعيرك إذا أردت الطباهج والمقلى بعد الرد من الطباهج أحسن حالا منه وهو في البيت يعني لو أني عطيتك وطبخت فيه ثم رددته إليه وطبخت أنا فيه لكان طعمه من طعم لحمك لكن فاتني أنك تريده للحم وهذا سبحان الله يا جماعة ترى أنا أظنه في مجازه في مجاز معنى يعني هذه القصة كاملة ولو أنها في سياق البخل لكنها حادثة وواقعة حتى في أحوالنا اليوم يعني تجد أن اللبس الجديد أحيانا ما يصلح لذا لبسناها أكثر من مرة وجربناها أكثر من مرة وقد تجد حتى في القدور وفي الصحون أن الحاجة الجديدة ما يصلح فيها يعني إلا الطبخ لكن إذا انكرفت وانطبخ فيها أكثر من مرة يحلو طعم المطبوخ فيها بعد كرفها بعد الطبخ فيها أكثر من مرة وقال أبو نواس كان معنا في السفينة ونحن نريد بغداد رجل من أهل خراسان وكان من عقلائهم وفقهائهم فكان يأكل وحده فقلت له لم تأكل وحدك قال ليس علي في هذا الموضع مسألة إنما المسألة على من أكل مع الجماعة لأن ذلك هو التكلف وأكلي وحدي هو الأصل وأكلي مع غيري زيادة في الأصل وهذا من باب البخل طبعا ويروي كذلك عن قصة أبي جعفر يقول ولم أر مثل أبي جعفر الطرسوسي زار قوما فأكرموه وطيبوه وجعلوا في شاربه وسبلته غالية فحكته شفته العليا طبعا وجعلوا في شاربه وسبلته غالية الشارب هو الشارب والسبلة قالوا أنها هي الدائرة في الشفة العليا هذه وقالوا كذلك أنها هي مقدم اللحية يعني حتى الرجل طويل اللحية يسمونه رجل مسبل أو أسبل لحيته إذا أطالها الشاهد أنهم جعلوا في شاربه وسبلته غالية والغالية نوع من الطيب كانوا قديما يقولون عن بعض الروائح أنها الريحان الغالية الزعفران وهذه كلها من الطيب فحكته شفته العليا فأدخل إصبعه فحكها من باطن الشفة مخافة أن تأخذ إصبعه من الغالية من الطيب شيئا إذا حكها من فوق يعني حكها من بر وهذا وشبهه إنما يطيب جدا إذا رأيت الحكاية أمامك لأن الكتاب لا يصور لك كل شيء ولا يأتي لك على كنهه وعلى حدوده وحقائقه يعني بعض الأخبار ما تراها لا تستطيع أن تتصورها إلا إذا رأيتها أمامك إذا حددتها يعني من منقولك أو كتبتها من مكتوبك وجعلت الناس يغرؤونها أحيانا لا تنقل حقيقتها وفاكهتها كما هي منقولة إذا حدثت أمامك ويروي كذلك عن خالد بن يزيد يقول وهذا خالد بن يزيد كان قد بلغ في البخل والتكدية وفي كثرة المال المبالغ التي لم يبلغها أحد التكدية يعني البخل وكان ينزل في شق بني تميم فلم يعرفوه فوقف عليه ذات يوم سائل وهو في مجلس من مجالسهم فأدخل يده في الكيس ليخرج فلسة وفلوس البصرة كبار فغلط بدرهم بغلي يعني أخرج غير الفلس والدرهم البغلي يعني ثمين قيمته كبيرة فلم يفطن حتى وضعه في يد السائل فلما فطن استرده وأعطاه الفلس فقيل له هذا لا نظنه يحل وهو بعد قبيح يعني ما يصلح رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيح الشاهد قال قيل له هذا لا نظنه يحل وهو بعد قبيح قال قبيح عند من إني لم أجمع هذا المال بعقولكم فأفرقه بعقولكم ليس هذا من مساكين الدراهم هذا من مساكين الفلوس قال ويقولون ثوبك على صاحبك أحسن منه عليك فما يقولون إن كان أقصر مني أليس يتخبل في قميصي وإن كان طويلا جدا وأنا قصير جدا فلبسه أليس يصير آية للسائلين فمن أسوأ أثرا على صديقه ممن جعله ضحكة للناس ما ينبغي لي أن أكسوه حتى أعلم أنه فيه مثلي ومتى يتفق هذا وأن ذاك محيا وممات ويروي كذلك عن محفوظ النقاش يقول صاحبني محفوظ النقاش من مسجد الجامع ليلا فلما صرت قرب منزله كان منزله أقرب إلى مسجد الجامع من منزلي سألني أن أبيت عنده وقال أين تذهب في هذا المطر والبرد ومنزلي منزلك وأنت في ظلمة وليس معك نار وعندي لبأ لم يرى الناس مثله اللبأ هو أول لبن أول النتاج يعني أطيب اللبن يسمونه لبأ وعندي لبأ لم يرى الناس مثله وتمر ناهيك به جودة أعجبني صراحة هذا الاستعمال تمر ناهيك به جودة نحن اليوم نقول نصف الأكل أو الطعام باللذيذ ونصفه بالطيب ونصفه بالحلو وكذلك قد يوصف بناء على هذا الاستعمال قد يوصف الأكل بالجودة يعني أكل نقول غالبا لا نقول ناهيك به جودة كما كانوا يقولون إنما نقول جودة عالية هذا تمر جودة عالية لكن اقتران الجودة بالتمر أو بالأكل يعني أظنها مما كانت تشيع وتمر ناهيك به جودة لا تصلح إلا له فملت معه فأبطأ ساعة ثم جاءني بلبأ وطبق تمر فلما مددت يدي إليه قال يا أبا عثمان إنه لبأ وغلظة وهو الليل وركوده ثم ليلة مطر ورطوبة وأنت رجل قد طعنت في السن ولم تزل تشكو من الفالج طرفا الفالج يقول الطريحي أنه هو داء معروف يحدث في أحد شقي البدن فيبطل إحساسه وحركته يعني أظننا اليوم نسميه الشل النصفي قديما كانوا يسموه الفالج الشاهد يقول وأنت رجل قد طعنت في السن ولم تزل تشكو من الفالج الطرفا وما زال الغليل يسرع إليك وأنت في الأصل لست بصاحب عشاء يعني ما تطول في الليل فإن أكلت اللبأ ولم تبالغ كنت لا آكلا ولا تاركا وحرشت طباعك ثم قطعت الأكل أشهى ما كان إليك وإن بالغت بتنا في ليلة سوء من الاهتمام بأمرك ولم نعد لك نبيذا ولا عسلا وإنما قلت هذا الكلام لألا تقول غدا كان وكان والله قد وقعت بيننا بيأس يعني ترى أنا صرت فيها خلاص مع ذلك لازم أني أقول لك لأني لو لم أجئك به وقد ذكرته لك قلت بخل به وبدى له فيه وإن جئت به ولم أحذرك منه ولم أذكرك كل ما عليك فيه قلت لم يشفق علي ولم ينصح فبرئت إليك من الأمرين جميعا فإن شئت فأكلت وموته وإن شئت فبعض الاحتمال ونوم على سلامة يقول فما ضحكت قط كضحكي تلك الليلة ولقد أكلته جميعا فما هضمه إلا الضحك والنشاط والسرور فيما أظن ولو كان معي من يفهم مطيب ما أتكلم به لأتى على الضحك ولكن ضحك من كان وحده لا يكون على شطر مشاركة الأصحاب والله الضحك أحيانا لا يستوي إلا مع الصاحب لا يستوي أن تضحك لوحدك ويروي كذلك عن أبي القماقم ولعلنا نختم بأبي القماقم يا جماعة يقول قال أبو القماقم أول الإصلاح ألا يرد ما صار في يدي لك فإن كان ما صار في يدي لي فهو لي وإن لم يكن لي فأنا أحق به ممن سيره في يدي يعني لو كان شيء حق أحد لكنه أعطاني فهو لم يعد حقه وملكه فإنما صرت أنا أحق به منه أنه أعطاني ومن أخرج من يده شيئا إلى يد غيره من غير ضرورة فقد أباحه لمن سيره إليه وتفريقك إياه مثل إباحته ويروي كذلك عن أبي القماقم يقول ألح أبو القماقم على قوم عند الخطبة إليهم يخطب ابنتهم يسأل عن مال المرأة ويحصيه ويسأل عنه فقالوا قد أخبرناك بمالها فأنت أي شيء مالك قال وما سؤالكم عن مالي الذي لا يكفيني ويكفيها